السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم انا لديكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم ميكروسوفت اوفيس اكسيل فحلقة النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل محرك بحس داخل الاكسيل باي جزء من الكلمة حتى لو هتبحث بحرف واحد انا عامل هنا محرك بحس لو حبيت ابحث باي كلمة او باي حرف بنيجي هنا على الخلية ديت وبنكتب الحاجة اللي احنا عايزين نبحث هنا عايز ابحث مثلا عن المكنسة بنكتب كلمة مكنسة وادوس انتر مجرد ان انا ادوس انتر بيبلي جميع البيانات اللي فيها انا عن كلمة مكنسة طب لو حبيت ابحث بدزء من الكلمة مش الكلمة كلها يعني مسلا احبط كلمة لاب هنا وادوس انتر جاب لي الايبوتوب ما كتبتش الكلمة كلها لانا كتبت بس اول حرفين من الكلمة طب لو حبيت ابحث مثلا عن موبايل كتبت هنا موبايل ودست انتر جاب لي جميع انواع الموبايلات موبايل سامسونج وموبايل اوبو طب لو حددت له قلت مسلا هنا حكت بحرف السين بس ودست انتر فالطر لي الموبايل كله لموبايل سامسونج زي ما انتم شايفين بالشكل دو طيب ازاي بقى نعمل المحرك البحث دو بطريقة سهلة جدا وبسيطة وبدون ما نستخدم اكواد برمغية هو ده ايبقى موضوع حلقتنا النهاردة بس في البداية اتمنى انتم تدعموني بلايك للفيديو واللي بيشوفني الاول مرة يعمل اشتراك في القناة ويلا بيضا نبدأ الشارع على طول اهلا بيكم مرة تانية طيب عشان نعمل موضوع عملية المحرك البحث دوت في شيط الاكسل هنعمل ايه? يعني هنا انا هفتح شيط تاني وهبتدي اعمل الخطوات من بدايتها لنهايتها عشان تبقوا عارفين تعملوها ازاي طيب اول حاجة هنعملها هنيجي ناخد البيانات الاساسية بتاعتنا هنيجي ناخد كده العنوان بتاعها بالشكل دوت وهنيجي نحطه هنا كده في المكان ده وابتدي انصك بس في الخلايا شوية كده بالشكل دوت طيب تانية حاجة هنعمل عملية البحث ديت هنيجي هنا هنقول كلمة بحث وهاجي ابتدي ادمج الخلايا دي كلها كده مع بعض هنعمل لها ميرج من هنا وابتدي اعطهم جوه جدول بزلل عليهم كده وعمل اه اختار هنا فورمات سيل وابتدي اعمل لها خطوط كده بالشكل ده وابتدي اكبر فيها شوية وهاجي اعطي مثلا لدي اللون معين اديها اللون ده مثلا كده والخلية نفسها نديها لون تاني اديها مثلا اللون ده طيب الوقتي انا عملته هو العنوان بتاع البيانات بتاعتي وعملت المكان اللي هبحث من خلاله طيب هنعمل ايه؟ هنعمل عملية البحث ديت او محرك البحث بتاعنا بمعادلة واحدة بس طيب المعادلة دي عبارة عن ايه؟ هنيجي هنا هنقول يساوي بعد كده هستخدم معادلة فلتر هنقول هنا فلتر بالشكل دوت بعد كده بيطلب مني الجدول اللي فيه البيانات بخش على شيت واحد اللي فيه البيانات وابتدي اعلم له على البيانات كلها هنيجي انظل البيانات كلها زي ما انتم شايفين بالشكل كده بغاية نهاية الجدول بتاعنا وبعد كده هنعمل فصلة منقوطة وهستخدم معادلة بعدها هنقول هنا بالشكل دوت بعد كده هستخدم معادلة يبقى انا كده استخدمت اول حاجة معادلة فلتر وحددت البيانات بتاعتي كلها وبعد كده استخدمت وبعدها استخدمت طيب السيرش هنا بعد السيرش هجي اقف على الخلية اللي انا هبحث من خلالها في الخلية دي بشكل ده طيب بعد كده هنعمل فصلة منقوطة انا هنا عايز ابحث على ايه ابحث مثلا عن اسم الصنف يبقى باجي كده اخش على الشيت بتاعي وبتدع علم له على البيانات اللي في اسم الصنف كلها في الشكل دوت بعد كده هنعمل فصلة منقوطة واعمل علمتين تنصيص بعد كده هنعمل هنلاقي البيانات كلها ظهرت معنا بالشكل دوت زي ما انتم شايفين كده طيب تلوقتي لو انا عايز ابحث بها ابحث مثلا على الشاشة هنكتب هنا كلمة شاشة ودوس انتر هنلاقي البيانات تفلطرت معي زي ما انتم شايفين بالشكل ده طيب لو جيت كتبت مثلا مكنسة ودوس انتر جاب لي المكنسة بجميع بياناتها زي ما انتم شايفين كده طيب لو كتبت مثلا جزء من الكلمة قلت مثلا هنا لاب ما قلتش لابتوب قلت لاب بس ودست انتر جاب لي هو اللابتوب زي ما انتم شايفين كده طيب لو كتبت اي كلمة مثلا مش موجودة ودست انتر هعمل لي ايه جابها لي فضية خالص ما ظهرش اي بيانات يبقى اي بيان انا بكتبه لو قلت هنا موبايل ودست انتر هجب لي جميع انواع الموبايلات اللي موجودة عندك حبيت حدد نوع الموبايل هنقول مثلا موبايل سامسونج لو كتبت بس اول حرف مثلا من حرف السين ما كتبتش سامسونج كلها ودست انتر هو على طول هيفهم وقلت لي موبايل سامسونج زي ما انتم شايفين بالشكل دو طريق بحس جميلة جدا بمعادلة واحدة زي ما انتم شايفين المعادلة قلنا فلتر وبعد كده حددنا البيانات بتاعتنا اللي في الشيت واحد بعد كده قلنا بعد كده قلنا بعد كده حددنا الخلية اللي هنبحث من خلالها بعد كده حددنا البيان اللي احنا عايزين نبحث عنه عنه احنا بحسنا باسم الصنف انا ممكن هبحث بكود الصنف او ابحث باي بيان تاني بالشهر بس احنا هنا اخترنا اسم الصنف عددناه بعد كده عملنا هنا فراغ عشان لو كتبنا اي كلمة غلط البيانات تطلع فاضية معنا طب انا ممكن هنا بدل مسلا لو كتبت اي كلمة كده مش موجودة فجاب لي البيانات فاضية لو انا عايز اقول مثلا هنا غير مطابق هنعملها ازاي هاجي كده على المعادلة وبين علامتين التنصيص ديت هنقول كده البيانات مثلا غير موجودة ودوس انتر هنلاقي البيان ظهر معنا بالشكل دوت لو قلت هنا مثلا مكنسة دوس انتر جاب لي المكنسة جيت كتبت اي كلام تاني مش موجود ودوس انتر هيقول لي البيانات غير موجودة كبقى احنا كده قدنا نعمل محرك بحس داخل الاكسيل بيقبل البحس باي جزء من الكلمة زي ما انتم شايفين بالشكل دوت هو ده كان موضوع حالتنا النهاردة اتمنى تكون الحلقة اعجابتكو واستفدتم منها ياريت ما تبخلوش علي بلايك للفيديو واللي بيشوفني الاول مرة يعمل اشتراك في القناة وانتظروني في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا